على ما يبدو أن مدينة القدس ستدخل مرحلة جديدة في خطورتها الاستيطانية بعد إقرار حكومة الاحتلال أشروع ببناء ألفي وحدة استيطانية في القدس المحتلة فإن تكمن خطورة هذا المشروع وأي مناطق ستغتصب في القدس في إطار اللواء الانتخابي كي يقول نتنياه للمستوطنين في القدس بأنه ذاهب نحو دعم الاستيطاني بشكل واسع وفي إطار اللواء الاستراتيجي في الحرب على مدينة القدس أقرر دولة الاحتلال إقامة ألفي وحدة استيطانية في المدينة كبنية أولية للإعلان الاستيطاني داخل القدس وهو مشروع متوازن للحكومة الصهيونية التي تريد أن تقر بناء أكثر من أحد عشر ألف وحدة استيطانية في العاصمة المحتلة إسرائيل الآن تريد رسم الخارطة لكل الأراضي التي تريد ضمها من الضفر العربية الأسفل أخذت ضوءا أخضر لضم أجزاء واسعة من الضفر العربية هذه الأجزاء تتراوح ما بين 55% و60% من الضفر العربية ولذلك الحديث يدور عن اقتطاع مناطق الواقعة خلف الجدار والمناطق الواقعة في الصفوح الشرقي والأغوار التي أعلنت أراضي دولة وأراضي مناطق عسكرية مغلقة وقتطاع منطقة القدس والكتل الاستيطانية الكبرى الرابطة بين المناطق الفلسطينية بما يعرف بالبناء العكسي سيدخل الاحتلال ببناء ألفي وحدة استيطانية إلى وسط القدس في المناطق التي يسكنها الفلسطينيون والتركيز الاستيطاني سيكون في ثلاث مناطق توسعا استراتيجي ستشهده منطقة أبو غنيم والمنطقة المحاذية لأبوديس والعزرية بالإضافة لمحيط مستوطنة النبي عقوب وبذلك سيكتمل السور الجغرافي والديمغرافي لإحاطة القدس بتواصلا مع المستوطنات خارج المدينة لعنة القرار الذي خرج بألفين وحدة استيطانية تتحدثين عن توزيع داخل مدينة القدس هذا الخطر الذي يمكن أن ينشأ من غرس ألفين وحدة استيطانية بمعدل خمس مستوطنين في وحدة استيطانية يعني مضاعفة عدد المستوطنين داخل القدس هذا يعني أن هناك محاولة جريئة من الاحتلال الصيوني في البناء في شرق مدينة القدس يعني تغيير دمغرافية مدينة القدس وهذا يعطي انطباع بأن الاحتلال ذاهب إلى إعادة ترتيب داخل شرقي القدس على قاعدة نصف رواية دولة فلسطينية بحدود العام 1967 عاصمة القدس الشرقية تكتيك الاحتلال في الاستيطان يفسر عملية الهدم المتصاعدة في القدس بالتوازي مع منع المقدسي من البناء في أرضه تمهيدا لمصادرتها والسيطرة عليها كمنطقة تطويرا للأبنية الاستيطانية من القدس المحتلة زينة صندوق رؤيا